هل تشعر أحياناً أنك عالق في نفس المكان؟ هل لديك أحلام وطموحات تسعى لتحقيقها لكن لا تعرف من أين تبدأ؟ هل تواجه صعوبة في تحديد أهدافك أو تحقيقها؟ تخيل أن تستيقظ كل يوم متحمساً وملئاً بالطاقة لأن لديك أهدافاً واضحة تسعى لتحقيقها تخيل شعور الإنجاز والرضا عن النفس عندما تحقق أهدافك تخيل أن تعيش حياة مليئة بالإنجازات والنجاحات كل هذا ممكن إذا تعلمت كيفية تحديد أهدافك وتحقيقها في هذا الفيديو سنشارككم استراتيجيات وخطوات عملية لوضع أهداف ذكية وتحقيقها بنجاح انضموا إلينا في رحلة تحقيق أحلامكم وطموحاتكم ما هي الأهداف؟ الأهداف هي ببساطة ما تريد تحقيقه في حياتك هي نتائج محددة تسعى جاهداً للوصول إليها هي أحلام وطموحات تضعها نصب عينيك وتسعى جاهداً لتحويلها إلى حقيقة أنواع الأهداف تختلف الأهداف من شخص لآخر لكن يمكن تصنيفها بشكل عام إلى نوعين رئيسيين أهداف قصيرة المدى هي أهداف قابلة للتحقيق في غضون فترة زمنية قصيرة مثل أسبوع أو شهر أو سنة أهداف طويلة المدى هي أهداف أكبر وأكثر تعقيداً تتطلب وقتاً أطول لتحقيقها مثل خمسة أو عشرة أو عشرين عاماً يمكن أيضاً تصنيف الأهداف حسب مجالات الحياة المختلفة أهداف شخصية تتعلق بتحسين حياتك الشخصية مثل تحقيق اللياقة البدنية أو تعلم مهارة جديدة أو بناء علاقات قوية أهداف مهنية تتعلق بتطوير حياتك المهنية مثل الحصول على ترقية أو بدء عمل تجاري أو تحقيق نجاح مالي أهداف مالية تتعلق بإدارة أموالك وتحقيق أهدافك المالية مثل توفير المال لشراء منزل أو التقاعد المبكر أهداف اجتماعية تتعلق بالتواصل مع الآخرين وبناء علاقات قوية مثل الانضمام إلى نادي أو التطوع في مجتمعك أهداف روحية تتعلق بتطوير نفسك روحياً وزيادة إيمانك مثل قراءة الكتب الدينية أو المشاركة في الأنشطة الدينية أهمية تحديد أهداف ذكية سمارت من المهم تحديد أهداف ذكية سمارت لزيادة فرص تحقيقها سمارت هي اختصار ل specific محددة يجب أن تكون أهدافك محددة وواضحة قدر الإمكان measurable قابلة للقياس يجب أن تكون أهدافك قابلة للقياس حتى تتمكن من تتبع تقدمك achievable قابلة للتحقيق يجب أن تكون أهدافك قابلة للتحقيق بالنظر إلى قدراتك ومهاراتك ومواردك relevant ذات صلة يجب أن تكون أهدافك ذات صلة بقيمك ومبادئك واهتماماتك time bound محددة زمنياً يجب أن يكون لأهدافك إطار زمني محدد لتحقيقها بتحديد أهداف ذكية ستتمكن من تركيز جهودك وطاقتك على ما هو مهم حقاً تتبع تقدمك وتحقيق إنجازات ملموسة المحافظة على دافعك وتركيزك على أهدافك زيادة فرص تحقيق أهدافك وتحقيق أحلامك تذكر لا توجد أهداف كبيرة أو صغيرة المهم هو أن تكون أهدافك ذات مغزى بالنسبة لك وأن تسعى جاهداً لتحقيقها لا تخشى الفشل فالفشل هو جزء من رحلة النجاح استمر في بذل الجهد والمثابرة ولن تتوقف عن تحقيق أهدافك في الجزء التالي سنناقش كيفية تحديد أهداف ذكية سمارتي خطوة بخطوة لقد تعلمنا في الجزء السابق ما هي الأهداف وأهمية تحديدها حان الوقت الآن لنتعلم كيفية تحديد أهداف ذكية سمارت تحديد الأهداف الذكية ليس بالأمر الصعب لكنه يتطلب بعض التخطيط والتفكير إليك خطوات محددة لتحديد أهداف ذكية سمارت الخطوة الأولي اكتب كل ما تريده ابدأ بكتابة كل ما تريده تحقيقه في حياتك مهما كان كبيراً أو صغيراً لا تقيد نفسك بأي قيود فقط اكتب كل ما يدور في ذهنك يمكنك استخدام لوحة بيضاء أو دفتر ملاحظات أو حتى تطبيق هاتف ذكي لكتابة أفكارك ولكن لا تفكر في كيفية تحقيق أهدافك في هذه المرحلة فقط ركز على كتابة كل ما تريده لا تخشى أن تكون مبدعاً اكتب كل ما تحلم به لا تدع أي شخص آخر يؤثر على أفكارك هذه أهدافك أنت مثال أريد أن أسافر إلى جميع دول العالم أريد أن أتعلم لغة جديدة أريد أن أكتب رواية أريد أن أمتلك منزلاً خاصاً بي أريد أن أكون شخصاً ناجحاً في حياة المهنية الخطوة الثانية حدد أولوياتك بعد كتابة كل ما تريده حان الوقت لتحديد أولوياتك أي من هذه الأهداف أهم بالنسبة لك؟ ما هي الأهداف التي ستحقق لك أكبر قدر من السعادة والرضى؟ ضع قائمة بأهدافك مرتبة حسب الأولوية من الأكثر أهمية إلى الأقل أهمية ولكن فكر في قيمك ومبادئك عند تحديد أولوياتك ما هي الأشياء الأكثر أهمية بالنسبة لك في الحياة؟ ما هي الأهداف التي ستساعدك على تحقيق أحلامك وطموحاتك؟ مثال الأولوية الأولي أريد أن أسافر إلى جميع دول العالم الأولوية الثانية أريد أن أتعلم لغة جديدة الأولوية الثالثة أريد أن أكتب رواية الأولوية الرابعة أريد أن أمتلك منزلاً خاصاً بي الأولوية الخامسة أريد أن أكون شخصاً ناجحاً في حياة المهنية الخطوة الثالثة ضع أهدافاً ذكية الآن حان الوقت لتحويل أهدافك إلى أهداف ذكية تذكر ما تعنيه Smart Specific محددة يجب أن تكون أهدافك محددة وواضحة قدر الإمكان قابلة للقياس يجب أن تكون أهدافك قابلة للقياس حتى تتمكن من تتبع تقدمك قابلة للتحقيق يجب أن تكون أهدافك قابلة للتحقيق بالنظر إلى قدراتك ومهاراتك ومواردك ذات صلة يجب أن تكون أهدافك ذات صلة بقيمك ومبادئك واهتماماتك محددة زمنياً يجب أن يكون لأهدافك إطار زمني محدد لتحقيقها مثال علي ذلك بدلاً من كتابة أريد أن أسافر إلى جميع دول العالم اكتب أريد أن أسافر إلى عشر دول جديدة في غضون السنوات الخمس المقبلة في هذا الجزء سنتعرف على كيفية تحقيق الأهداف بطريقة فعالة ومنظمة إن تحديد الأهداف هو الخطوة الأولى نحو التقدم والنجاح لكن تحقيقها يتطلب جهداً وتخطيطاً جيدين دعونا نتعرف على الخطوات العملية لتحقيق الأهداف بنجاح أول خطوة في تحقيق الأهداف هي وضع خطة عمل واضحة ومحددة بمجرد تحديد الأهداف قم بتحديد الخطوات التي ستتخذها لتحقيق كل هدف كتابة خطة عمل تساعدك على تحديد المهام اللازمة والمواعيد النهائية والموارد المطلوبة لتحقيق كل هدف بعد وضع الخطة حدد الموارد اللازمة لتحقيق الأهداف تحقيق الأهداف قد يتطلب موارد مثل الوقت والمال والمهارات والدعم من الآخرين تحديد الموارد المطلوبة مسبقاً يمكن أن يساعدك في التخطيط بشكل فعال وتخصيص الموارد بشكل مناسب لتحقيق الأهداف بنجاح، كن ملتزماً بخطتك حافظ على التركيز والانضباط في تنفيذ المهام المحددة في الجدول الزمني الخاص بك احرص على تخصيص وقت منتظم للعمل على تحقيق الأهداف دون تأجيل لا تنسى مراجعة تقدمك بانتظام وإجراء التعديلات اللازمة على خطتك من خلال مراجعة التقدم يمكنك تحديد المناطق التي تحتاج إلى تحسين واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استمرار التقدم نحو تحقيق الأهداف ستواجه تحديات في طريقك نحو تحقيق الأهداف لكن لا تستسلم كن مستعداً للتكيف مع التغييرات واستعد للتحديات بثقة وإيجابية تعلم من الأخطاء والتجارب واستمر في السعي نحو أهدافك بإصرار وإصرار إذا كنت تتبع هذه الخطوات وتطبقها بشكل منتظم فستكون على الطريق الصحيح نحو تحقيق النجاح وتحقيق أحلامك لقد تعلمنا في هذا الفيديو كيفية تحديد أهداف ذكية Smart وكيفية تحقيقها حان الوقت الآن لمشاركة بعض النصائح الإضافية لتحقيق أهدافك تحقيق الأهداف ليس رحلة سهلة لكنها بالتأكيد ممكنة مع اتباع النصائح التالية إليك بعض النصائح لتحقيق أهدافك نصائح لتحقيق الأهداف حدد شريكاً للمساءلة ابحث عن شخص يدعمك ويساعدك على البقاء على المسار الصحيح كافئ نفسك على إنجازاتك احتفظ بإنجازاتك مهما كانت صغيرة حافظ على تركيز إيجابي كن إيجابياً وركز على ما تريد تحقيقه تعلم من أخطائك لا تخشى الفشل بل تعلم من أخطائك واستمر في المحاولة لا تستسلم أبداً ستواجه تحديات في طريقك لكن لا تستسلم واستمر في بذل الجهد يتطلب الصبر والمثابرة لا تتوقع أن تحقق كل أهدافك بين عشية وضحاها استمر في بذل الجهد والعمل الجاد وستحقق أهدافك في النهاية أنت قادر على تحقيق أي شيء تضع عقلك عليه آمن بنفسك وقدرتك على النجاح حظاً موفقاً في رحلة تحقيق أهدافك